السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخباركو ايه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله معانا فيديو جديد النهاردة هنتعلم فيه ازاي نحضر بطانة الجاكت او ازاي نحضر بطانة الجاكت القطع اللي في ايدي ديت اسمها مصرة بتكون من جسم الجاكت نفسه او من القماش المستخدم في جسم الجاكت وبقية البطانة هتكون فروق والقم هيكون مبطن ستان جبت قماش كده من جسم الشاكت متطبق على اتنين بالشكل ده وهجيب قطعتين من الفروق زي ما هو واضح قدام حضراتكم وضروري جدا احط الوش على الوش لان انا هاقص للسدر يمين وشمال فلازم فكرة التجويز اللي موجودة في الخياطة فالوش على الوش اهو حطتهم فوق القماش اللي انا هطلع منه المصرة او القطعة الداخلية اللي بتركب مع السستر القطعة ديت انا هعمل عرضها حوالي 10 سنتي بتبقى فوق اعرض شوية من اخر الجاكت من تحت هبتدي ازبط قماشي كده بالشكل اللي هو واضح قدام حضراتكم واتأكد ان كل حاجة تمام وقبل ما احط السدر فوقيهم هبتدي احط علامات كده للحدود بتاعتي ما بين البطانة وما بين الجزء اللي هيركب فيها مع السستر وهجيب السدر بتاعي كده وهبتدي ازبطه بالشكل الواضح قدام حضراتكم لو اول مرة تشوفونا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل ولايك وشير للفيديو لو عند حضراتكم اي اضافة اكتبوها لنا في التعليقات هبتدي احط علامات كده للكتفول داران الرقبة وللجيرو قبل مقص طبعا هتأكد ان كل قماشي مصبوط تمام وهبتدي اقص الطول اللي انا محتاجه لان انا بطلع النسخة من جسم الجاكت نسخة تانية من جسم الجاكت نفسه للبطانة ولكن الاضافة هنا ان انا بحط قطعة جنب السستة اضافة للفرق اللي انا هبطن به الجاكت لكن هنا القماشي اللي تحت انا مش هكمل قص الكتف للاخر لان انا مش محتاجة اقص للاخر ولكن هقص الكتف في الفرق للاخر وهبتدي اقص الجيرو لكن طبعا في البطانة مش هدخل الصمت ونص اللي انا كنت دخلته وانا بقص الجاكت نفسه لان البطانة في الغالب بتبقى اكبر شوية عشان راحت الحركة بتاع الجسم شلت القطعة الخاصة بالسدر وحطيت علاماتي وهبتدي اشيل الفرو كده دول القطعتين هون الوش مع الوش وهبتدي اخد خط طولي بالشكل اللي واضح قدام حضرككم طبعا لما هاجي اقص مش هقص على الخط انا اقص بعد الخط بشوية وهعمل حساب الخياطة بتاعتي بس قبل ما اقص كده هفكر ان انا اخد خط ميل بالشكل ده اهو وهبتدي اقص زي ما وردت لحضرككم بعد الخياطة او بعد العلامة بتاعتي او الخط بتاعي بسنطي او اتنين للخياطة كده انا طلعت القطعتين اللي هبطن به مستستة من الداخل وهبتدي ازبطهم مع القطعتين الفرو بالشكل ده كده وهبتدي اعلم ظهر القماش ولكن في خطوة انا اعملها جاية الجزء اللي انا تانيته ده اللي هركب فيه السستة الخطوة اللي جاية ان انا هحط المسرة كده او القطعة اللي هبطن بيها السستة بالشكل ده كده وهعلمها عشان اقص من البطانة اللي هتركب معها الشوية الزيادة دول اتمنى الصورة بكون واضحة وبكده بقى حضرت البطانة اللي خاصة بالسدر وجبت الظهر طبعا وحطيته فوق الفرو وقصيت عليه بطانة بالشكل ده وبعد كده لكم نفس الموضوع حطيته وقصيت عليه قطعتين ستان خامة خفيفة شوية طبعا عشان حركة الايد وانا بالبس الجاكت تبقى سهلة بعد كده انا محتاج اعمل بطانة اللي يقى فائز كده عرض 10 سنتي وقصدها الناحية التانية عرض 10 سنتي وهوصل بناتهم بخط هزبط الاول القماش بالشكل ده كده من مكان ما است او من مكان ما اخذت المياس وعندي دوران اللياءة 40 سنتي وطبعا هضيف لله 40 سنتي حساب الخياطة ممكن اخلي اللياءة 40 42 انا هعملها 44 لان القطع التانية من اللياءة هيكون فيها فيبر فممكن تيجي اكبر من القطع دية الفيديو اللي جاي ان شاء الله تعالى هنقفل فيه البطانة وهنعمل فيه الجيب الداخلي وهنشوف ازاي بنقفل البطانة مع السستة ومع بقية الجاكت واشوفكم على خير ان شاء الله